سورة الكهف اختصرت أربع قصص زي ما قلتلكم فتنة أربع فتنة فتنة الدين اللي يقول لا إله إلا الله مش عارفين يقوله أصلا أصحاب الكهف لا إله إلا الله مش عارفين يدعو إلى الله ده اللي صال لي كان يقتل فتنة الدين وفتنة الزينت الدنيا صاحبة الجنتين وفتنة العلم وطلب العلم وهنقولي الكلام ده وناخد منها ننجو منها زي وفتنة السلطان فالله عز وجل جعكت يأمرك أن تقرأ سورة الكهف كل جمعة ليه فيها معاني خطيرة وفيها معاني رهيبة بتعالج سورة الكهف الأربع فتن دول وأربع فتن وفص الشيطان بقى يوسوس ما هيوسوس لك هنا وهيوسوس لك هنا وفي الأربع ورفض السجون لآدم دي سورة الكهف فتنة الدين أصحاب الكهف قصة أصحاب الجنتين والدنيا وأن ربنا أصلا بصوا أصحاب الجنتين أصلا لا تنظر زينة الدنيا الدنيا دي ربنا أعطاها المين الله عز وجل لا يعطي الدنيا يعطي الدنيا لمن أحب ولكن لا يعطي الدينة إلا لمن أحب الدنيا ربنا أعطاها المين لإبليس أنظرني إلى يوم يبعثون خلاص إنك من المنظرين أعطاه شفته شفته عشان كده الدنيا في الجنة كل متع الدنيا كمربط عنزة شفته الوتد كده الخشب اللي بتربط فيه المعيز هو زيه كده ليس لها قيمة قصة فتنة العلم طبعا لموسى والخضر وقصة السلطان لمين لذي القرنين خلوا بالكم من الكلام ده زي ما قلتلك الله عز وجل بإسم الشكور سمى صورة الكافة قصة أصحاب الكافة الوحيدين اللي مراجعوش بيتهم قعدوا تلتمائة سنة وتسعة هلوم هلوم يا عباد الله هلوم وتعال شوفوا ربنا بعد تلتمائة وتسعة سنة طلعوا يقولوا كده ربنا بيعبد وسمعوا اسم الله ده كان اللي بيذكر اسم الله على أيامه وكان بيحصلوا إيه كان يغتل وبعد كده كان كامل تلعوا الإيمان الذي اكتسبتموه في خلوات المنازل اللي تصدحون به يوما فوق قصة واحد تلعوا يا عباد الله قوم شهدوا نصر الله بعد ما قاموا بعد تلتمائة وتسعة سنة قاموا وشافوا هالكلام طيب بصوا بقى ايه خطوات اللي في سورة الكهف سورة الكهف متكلم عن العصمة من الفتن دي كلمة الرجد اللي جات في فتنة الدين اللي هم أصحاب الكهف ذات نفسيهم اتذكرت أربع مرات وبعد كده الزينة زينة الدنيا اتذكرت كام ثلاث مرات اللي خايف من الفتن يقرأ سورة الكهف تعرفيني الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل كان بيعمل ايه في الفتنة كان كل يوم يقرأ سورة الكهف سيدنا الحسن سيدنا الحسن بن علي لما تنزل خلافة عن المعاوية كان بيقرأ سورة الكهف كان الناس تجريح تقوله انت ليه ليه وكانوا يغلزوا لها الكلام كان فتنة رهيبة كان يقرأ سورة الكهف ملك وفتنة بقى شوفي أدي أصحاب الكهف أدي زينة الدنيا أدي موسى والخضر وإيه التقوى وتالت حاجة السلطان آه مين زي القرنين من الأربع اللي ملك والدنيا قصة أصحاب الجنتين آه يقولك إيه قوعة تنخدع في الدنيا قصة أصحاب الجنتين اوعة تنخدع في الدنيا اوعة الدنيا تختعك الدنيا أصل لا تسوي عند الله جنحة بعوضة أعطاها لإبليس يلا انظرني فنظر قصة سيدنا موسى والخضر إيه اللي حصل سيدنا موسى والخضر لما قعد يسافر عشان تلت مساء فقط أصحاب السفينة والجدار والغلام ليتعلم إن أقدر ربنا كلها خير قدر ربنا كله خير عشان تبقوا فاهمين وإن اللي ظاهر لك إن ده شر ولكن هو خير بعد كده في فعل الله المطلق والخير المطلق في فعل ربنا وإن الخير اللي ما بتشوفوش عنك المجردة هو مراد ربنا غير وإن لطف الله الخفي هو لطف ربنا خفي في قصة التلاتة بتوع سيدنا موسى التلاتة اللي مر عليهم كان فيه لطف اسم الله اللطيف فيه طيب فتنة العلم في سيدنا موسى وعد تتكبر إيه وعد تتكبر لا يدخل للجنة من في قلبه ذرة من كبر إيه وعد تتكبر ودي اللي في قصة سيدنا موسى العلم يا جماعة له طغيان طغيان العلم ولكن العلم اللي يتعلم صح بتربية وتزكية ربنا نجيك من فتنة من الناس اللي بتتكبر بالعلم وانا عندي ويقام بجرور روح يا عم انت عارفين حاجة ده انت بتفضل والله ولا يحوطين بشيء من علمه إلا بما شاء وإلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض فالعلم يضغيك العلم يضغيك هاتو كده سورة إيه هاتو سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق سورة اقرأ أولها إن الإنسان لا يطغب لا تضغب العلم يا إم هاتو آخر السورة كلا لا تطع وسجد واقترب يا إم العلم يخليك تسجد وتقترب بين الله عز وجل وإن الله يخشى الله من عباده لإيه العلماء العلماء هم أكثر خشية طيب إزاي بقى سورة الكهف تحفظنا من الفتن الحفظ زي ما قلتلكم أول عشر آيات من سورة الكهف أو آخر عشر آيات يعني تحفظها كلها خلي ربنا ينجينا منها أقوله أمين فتنة الدين فتنة الدين آه فاسحاب الكهف إعلقت أصلا الدجال إن إحنا لما نحفظ أول عشر آيات وأخر عشر آيات إيه اللي يخلينا أصلا إن إحنا نحفظ يعني إعلقت ده بفتنة المسيحي الدجال آه أصل فتنة المسيحي الدجال الدجال ملك ملك لاربع حاجات بتوع الفتن فتنة الدين يفتنك في دينك بدعو الناس للشرك يجي إسم الواحد اتنين وبعدين يقول له قم يقسم البناء أدم اتنين الرجل اتنين قل له قم فيقوم يقول له أنا ربك أنا ربك أنا أحيي المؤمن يقول له الله ما زددت فيك إلا إيمانك أنت الدجال والمؤمن يرى يرى على جبين الدجال كافر ويرى ويرى الكافر على يمين ومؤمن وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم إن صحة الحديث طبعا الحديث دعي فلك إنه يقص به فضائل الأعمال إن استطعت أن تغمد عينك إنك تغمد عينك لما الدجال يرميك في النار لأن نار الدجال هي جنة الله عز وجل فتنة دين قل له الرسول عليه الصلاة قال لا تقوم الساعة حتى لا يذكر الدجال على المنابر أنا عايز أقول لكم أبي تجي نتكلم عن الدجال شا عايز أقول لكم عايز أقول لكم بحلم بحلم بقول لها ربي أنا بالي وبالي الدجال وأقول ناجي في الزمن اللي فيه الدجال ده الله سبحانه وتعالى يا ربي عصمنا من هذه الفتنة أقوله أمين علاقة فتنة الدجال بصورة الكهف في فتنة الدين ده هو بيدعو للناس الشركي يقسموا وقول له من وشرك بالله أنا الله أنا الله استغفر الله فدي فتنة في الدين فتنة الجنتين الزينة يمر بالخاربة يمر بالمدينة الخاربة الدجال فيخرج منها الكنوز يخرج منها ويأمر الأرض فتمب ويأمر السماء فتمتر يقول لك أنا رب أنا تمتلك الأرض الجباء بقت خضرة وأمرت السماء إنها تمتر مطر فتنة فتنة في الدنيا وفي زنت الدنيا ده رقم اتنين رقم تلاتة فتنة العلم الدجال بيجيب الواحد كده يقول له موت يموت أو يخبره عن حاله القديم أو يخبره يا جماعة عن أبوه أمه يخبره اللي مات والأبوك أمك أهو فتنة عالم بهذه الأمور ففتنة في العلم فتنة الدجال بالسلطة بيقول تدين له الممالكة كلها كل الأرض وكل الممالك وما من بلد إلا يبلغه سلطة الدجال إلا مكة والمدينة عليها ملكين مسكين حرب عاملة كده الحرب وحتى وصفها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب عاملة كده مسكها الملكين ووقفين بيها بالحرب على باب مكة والمدينة لا يدخلها الدجال طيب قواري بينا جا بقى لما جا أنا فتنة الدين وده كده معلش سامحوني واحفاظ معاه لأنه لما نسمع حتى يعني مجرد كلام مختصر عن سورة الكهفة ما تيجي تقرأها النهاردة هتلاقيها جميلة وهتفتكر الكلام اللي أنا قلتلكو عليه فتنة الدين أربع حاجات للنجاح من فتنة الدين بتوع أهل الكهف دول الفتية دول عملوا إيه؟ هجروا البيئة الفاسدة سيب سيب الأرض اللي حصل عليها فساد والشرك وحصل سيب الأرض اللي قتل تسعة وتسعين نفسه جير راح قال له لا يتوب قال له مالوش أم جاء قتله وراح لراجل عالم قال له سيب الأرض دي وروح لو عبد ربنا في أرض تانية يبقى هجر البيئة الفاسدة الدليل وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأوه إلى الكهف يا رب جعلنا كهف نقوي إلي يا رب في قلوبنا أولو أمين فأوه إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته الله أنه حكلمت على اسم الرحمن النهاردة في صورة الكهف ينشر لكم بس يا رب ما نساش ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم رشد اللهم هديني وسددني ورشدني يا رب دايما الدعود الرسول على السلام سيدنا عليه يقول اللهم وفقني وديني اللهم سددني ورشد اللهم وفقني وسددني ورشد رشد في الأمر رشد الأمر يبقى أول حاجة أنهم هجروا البيئة الفسدة رقم لو أنت عايز ربنا ينجيك من فتنة الدين ما تقعدش في مكان فيه فسد ما تقعدش في بيئة كلها كفر وكلها ولا تعينك على الصلاة ولا تعينك على كذا ادعي ادعي دايما بحاجة زي كده طيب رقم اتنين عملوا إيه اللجوء إلى الله أهل الكهف عم تلجأوا لربنا ربنا آه هيئ لنا يا رب دعوا ربنا سبحانه وتعالى فربنا أوحى إليه روحوا الكهف اللجوء ربنا بإيه كثرة الزكر كثرة الزكر تقربك لربنا سبحانه وتعالى كثرة الزكر تلاقي نقلب كثرة الزكر تخليك دايما يا ربنا عايزك وعايز طريقك آه الدليل وكل عسى واسكر ربك إذا نسيت آهو وكل عسى أي عسى في القرآن للتحقيق يعني نعم عسى أي هدينا بالأقرب من ذلك آه شهد اللهم اجعلنا منهم تالت حاجة عملوا جابوا صحبة كلهم مع بعض أهل الكاف راحوا كلهم مع بعض وجابوا صحبة مع بعضهم صحبة الصلحة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون إيه يريدون وجهة ولا تعضوا أينك عينهم تريدوا زينة الحياة الدنيا جميل ولا تتبع إيه آه عدم اتباع الهوى ولا تطع من أغفلنا قلبه وعن ذكرنا واتبع هواه اوع وكان أمره فرض اللي بيتبع هوا إيه اللي بيحصل اللي بيتبع هواه سقط من اتبع الهوى هوا يعني سقط اللي بيتبع الهوى إيه يسقط ولو تطع من أغفلنا قلبه وان ذكرنا واتبع هواه طب إنا جاب يبقى دول الأربع حاجات من إننا جاب من فتنة الدين طيب إنا جاب من فتنة المال أول حاجة فتنة المال هي صاحب الجنتان قاعد ينصحه صاحبه وقلوا عكون فاكر كده ده ربنا ممكن يبدلها لك وتصبح صعيدا أو يصبح ماء وها غورة خلوا بالكم من الكلام ده مهم جدا يبقى إن زي ربنا ينجيني أو قوارب النجاة في فتنة المال افهم حياة الدنيا واضرب لهم مثلا لحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء يا فأصبح 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 وكان الله على كل شيء سرعا انقضاء الدنيا بتمشي بسرعة عدت بسرعة عدت مهما عيشت فين الناس اللي موجودة من 100 سنة ماته فين اللي موجودين من 90 سنة ماته فين انت دلوقتي كنت ايه لم يكن شيئا مذكور انت أصلا ما كنتش موجود فسرعت افهم حقيقة الدنيا لعاعة لعاعة طيب شوفوا كده صورة الأنبياء صورة الأنبياء بيقولي اقترب للناس ايه حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلات المعرض طيب هم في غفلات المعرض الناس اقترب الحساب هم وعيين والله ما هم وعيين معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم وهم إلا استمعوهم ايه نشطين وبيذكروا طاق طاق يلعبون طيب قلوبهم حض لا هي تم قلوبهم دي كارسة دي كارسة لا هي تم قلوبهم كل الكلام ده وهم خلاص ولا واصر قالوا أضغص أحلام في الآخر يعني لا عايز أقول لكم إن النجاح من فتنة الدنيا من فتنة الدنيا إن انت تذكر الآخرة زي ما احنا قاعدين دلوقتي بنذكر لنا ده الله سبحانه وتعالى يا رب يجعلها جلسة ذكر اللهم أمين ويكتبها لنا ونخلص على الشروق ونقوم نصلي الرقعتين والضحى فحجة وعمرة تامة 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 مع النبع السلام اللهم أمين النجاح من فتنة الدنيا إنك تذكر الآخرة ويوم نسير الجبال وترى الأرض هاملة وترى الأرض بارزة فلم نغادر منهم أحدا ولقد جئتمونا فراضة ينهر كل واحد يوفق قدام ربنا فراضة وقالوا يا ويلة ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى إنتوا عارفين صغيرة وكبيرة الفضيل العبدالي بقول ضج الناس بذكر الصغيرة قبل الكبيرة ضج الناس بذلك إنه ذكروا الحاجات الصغيرة ذكر كل حاجة هفواتك وغفلاتك وكلامك وعدم كلامك حتى مجرد إنك بتحرك إيدك في الرمل كده زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا لسيدنا عمر طيب ثالث حاجة قوارب النجاح من فتنة العلم أول حاجة للعلم تغيام أنا قلت لكم لكن بالتربية والتسكية يأتي العلم ثمرته يا جماعة طيب أول حاجة تواضع شوف سيدنا موسى قال إيه هل أتبعك على أن تعلمت مع أنه رسول ومن قول العزم من الرسل ولكن قال له هل أتبعك شفتوا الأدب شفتوا التواضع بثوا كمان ولا تؤاخذني هل تؤاخذني إذن أنا مش ولا ترهقني بالراحة علي أدب التعلم التواضع مع أنه قلت لكم رسول تاني حاجة همية طلب العلم يعني شوفوا سيدنا موسى فضل قد إيه وما اخترش وربنا علمه لما واحد سأله وانت أعلم أهل الأرض قال له ربنا عد به قال له رح تشوف للخضر أهو عد وربنا أتهم العلم يعلم أكتر منك فرح تعلم منه أهمية طلب العلم طلب العلم بتعرفنا عن ربنا طلب العلم بتخليك قريب من ربنا طلب العلم بتخليكش تستجيب للفتنة زي ما بنتعلم دلوقتي على صورة الكاف لما تيجي تقرأ انت مش هتندم بعد كده انت زي نفسك الكلمات ده هتبقى موجودة ده الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بها تالت حاجة الصبر بقى على طلب العلم الصبر يعني شوفي الواحد بس يطلب بس طلب العلم الصبر عليها أهو صورة الكاف فيها من الرحمات وفيها كلمة رحمة جاب فيها زي ما قلتلكم سبع مرات وإحنا مطالبين نقرأ صورة الكاف كل إيه كل سبع تيام يعني كل أسبوع فتجيلك رحمة من السبعة في السبع تيام والله الواحد يعني جال في دماغه كده يعني معرف لهاش دليل بس يعني كذفة في قلب كده ده الله صحانه وتعالى يرزقنا الرحمة وإياه طيب قوارب النجا بقى في موضوع سلطان العلم بتاع ذي القرنين آه ذي القرنين قال إيه نسب الفضل لله قل بفضل لله رحمة ربنا نسب الفضل للرحمة ربنا أنا عمري ما الكلام ده جيله من نفس ده برحمة ربنا تاني حاجة تذكر الآخرة وأنه هو دايما يذكر الأمر للآخرة آه كلمة الكهف أصلا ذكرت في سورة الكهف كم مرة ست مرات الزينة آه إننا جعلنا معا على الأرض زينة لها شفتوا زينة لها مش زينة لنا وإحنا عملين مش الله علينا عملين نذكر في الدنيا ونعمل في الدنيا هي مش بتاعتنا أصلا هي مش بتاعتنا هي مش دار قرار أصلا آه الفتن الأساسية اللي بتتعرض لها في سورة الكهف وخوارب النجال اللي أنا قلتلكوا عليها لكل فتنة نخلي بدنا منها فضل الصورة بقا زي ما قلتلكوا نور من الجمعة للجمعة نور نور من هنا لحد مكة تعصم من الفتنة المسيح الدجال البيت الذي لا تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان يعني أنت لما هتقرأ كمان سورة البقرة كل الكلام ده أدعو الله سبحانه وتعالى وإن يجعل ربنا لنا كهف في الدنيا نقوي إليه وإن ربنا يرزقنا النجاح من فتنة الدين وفتنة الدنيا الزينة الدنيا ومن فتنة العلم وسلطان العلم ومن فتنة القوة والسلطة وهكذا أمور يعني أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب أنت تقرأوا النهاردة سورة الكهف تتذكروا المعاني اللي أنا قلتلكوا عليها ديت وي